بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في دورة جديدة من دورات تعلم الهندسة الكهربائية والإلكترونية ودورتنا المنعقدة حاليا هي دورة بعنوان المتحكمات المنطقية القابلة البرمجة Programmable Logic Controller أو ما تسمى اختصارا بالPLC يقدمها لكم إن شاء الله أستاذ مساعد دكتور عمار إبراهيم مجيد قسم الهندسة الكهربائية كلية الهندسة الجامعة المستنصرية رح ناخذ مقدمة بسيطة وتعريف بسيط لما يسمى بPLC أو Programmable Logic Controller تعريف الPLC هو اختصار لProgramable Logic Controller نعني بكلمة Programmable أنه جهاز الكتروني قابل للبرمجة وليس ثابت البرمجة يعني احنا كلنا نعرف بأنه الPLC يستخدم لأغراض مختلفة فممكن برمجة جهاز الPLC للقيام بعمليات معينة تخص منظومة معينة أو تخص طريقة عمل معينة لأجزاء معينة من المنظومات الكهربائية أو المنظومات الميكانيكية أو منظومات الأطفاء أو منظومات مثلا المصاعد الكهربائية إلى آخرين إذن Programmable تعني أنه جهاز ممكن برمجته لخدمة غراض معين من أغراض التحكم المطلوبة Logic تعني أنه يتعامل مع المنطق الرقمي أو مع البوابات الرقمية أو البوابات المنطقية Logic نقصد مثلا أنه الحالة المعينة لمنظومة معينة قد تكون On شغالة أو غير شغالة أو قد يكون المنطق الرقمي لحالة معينة True أو قد يكون False أو قد يكون مثلا صمام في حالة Open أو صمام يكون في حالة Close أو مثلا عدنا Switch يكون في حالة On أو يكون في حالة Off فالمنطق الرقمي لل PLC يتعامل مع هكذا حالات أو يتحكم بهكذا حالات Controller الكلمة الثالثة نعني بال Controller أنه هذا الجهاز يستخدم في التحكم في الآلات الكهربائية أو الآلات الميكانيكية أو المنظومات الكهروميكانيكية المختلفة إذن Programable Logic Controller هو اختصار لمنظومة قابلة للبرمجة تتعامل منطقيا بإسلوب البوابات المنطقية للقيام بعمليات التحكم المختلفة في الآلات والتطبيقات الميكانيكية والكهربائية والصناعية توجد أنواع كثيرة من منظومات PLC أشهر المنظومات اللي موجودة وتستخدم داخل العراق هي منظومات أحنا نسميها بـ PLC من شركة Siemens تسمى هذه المنظومات بـ Step 7 وهذه المنظومات تكون على أنواع وفيرجينات مختلفة مثلا هذا النوع الأول اللي دي نشوفه هنا أنا أمامنا هذا النوع يسمى Siemens PLC Step 7 الفيرجينات 400 وهو ذو كفاءة وإمكانيات كبيرة جدا يجي بعد Step 7 300 هذا يكون أقل يعني مواصفات وأقل إدخالات وإخراج من النوع الأول وحتى أنه نوعا ما أقل سرعة من النوع الأول النوع هذا الثالث يسمى باللوغو هذا النوع مشهور بأنه يحتوي على شاشة من نوع LCD تستخدم لمراقبة وكتابة برنامج التطبيق المعني بعمليات التحكم المرفاق مع هذا الجهاز وهذا كيبورد صغير يستخدم لإدخال الإعازات أو التعليمات الخاصة بالكونترولر وتغيير البرامترات الخاصة بعملية التحكم أو بدع عملية الاتصال أو إنها عملية الاتصال مع المنظومة التي يقوم بعملية السيطرة عليها بصورة عامة الاستخدامات التي يستخدم بها جهاز PLC ممكن من خلالها يقوم بعمليات إدخال لإشارات معينة وإخراج عمليات إشارات أخرى غالبا الإشارات التي تدخل إلى PLC تجينا مما يسمى بالحساسات أو السنسرز لاحظ هنا عزيزي الطالب هنا عدنا مثلا مجموعة من المنتجات داخل المصنع أكو خط إنتاجي لاحظ عدنا هذه القطعات تسمى بالفوتوسيل هنا هذا الرفلكتر مالتها ينبعث الضوء هذا الضوء غالبا يكون غير مرئي يعني من النوع الإنفرارد ضوء تحت مرئي هذا الخط الضوئي إذا ما قطع بكرتون معينة ممكن ينطينا هذا الإشارة إلى PLC للقيام مثلا بعد الكاراتين أو ممكن للقيام بعملية غلق الكارتونة أو إكمال عملية التعليب وهكذا إذا لاحظ هذا السنسر اللي تحسس وجود الكارتون أو ما تحسسه هذه الإشارة تذهب المل للكنترولة على أنها إدخال طبعا هذا الإدخال نوعه رح يكون رقمي يعني لو أنه ما موجودة كارتونة فيضطي لوجيك زيرو أو تكون الكارتونة موجودة فيضطينا لوجيك وان في هذه الحالة إذن هذا نوع من أنواع الإشارات الداخلة وهي الديجيتال سيغنالز ممكن الإشارة تكون خارجة من PLC إذن عندنا هنا إشارة خارجة ممكن تتحكم بمصباح الإشارة اللي دعا نشوفها أمامنا هذا مصباح الإشارة قد يكون يعني منظومة للتحكم مثلا بإنارة مثلا مستشفى كاملة أو مثلا بإنارة مثلا كلية في جامعة أو لإنارة مثلا الشوارع إلى آخر فإذن هي تعتبر إشارة إخراج من ال PLC ونوع الإشارة هي من النوع الرقمي وهذا النوع الرقمي للإشارات قد يكون زيرو أو قد يكون وان حسب الحالة المطلوبة إذن هذا النوع من الإشارات اللي نتحكم بواسطتها بجهاز معين أو بمنظوم معينة نسميها إشارات الإخراج نوع آخر من الإشارات ممكن تروح إلى عملية تشغيل مثلا أو إطفاء محرك لاحظنا أن عملية التشغيل للمحرك أو إطفاءه هي أيضا نوع من أنواع الإشارات الخارجة من ال PLC يعني هي Output Signals وممكن تكون رقمية بحيث أنه تسوي تشغيل أو إطفاء وبذلك يعتبر هذا Digital Output ممكن الإشارة التحكم هذه تخرج للتحكم بمنظومة رأي هذه هي مثلا مضخة مياه ممكن أنه تضخ المياه إلى مزارع وتقوم بعملية الرأي والسيطرة على عملية الرأي في هذه الحالة ممكن تكون لدينا إشارات تجي من push bottom أو من switches معينة هذه ال switches تنطينا له حالة true له حالة false وتنطي الإدخال مالتها على شكل رقمي إلى جهاز PLC طبعا الإشارات التي يتعامل معها جهاز PLC في الغالب هي رقمية يعني الإدخالات قد تكون رقمية أو قد تكون الإخراجات رقمية ولكن هذا الشيء ليس دائما يعني في بعض الأحيان تجي منظومات تتعامل مع إشارات هذه الإشارات بطبيعتها تماثلية أو تغيرها مستمر وتغيرها غير محكم بـ two levels يعني zero والone أو مثلا الـ on والoff لا ممكن عملية التحكم تكون بتدريج قيمة التحكم بين حالة الفول on وبين حالة الفول off ماذا نقصد بالـ PLC شرحنا هذا الشيء الآن أريد نشوف الاستخدامات وليش دا نستخدم الـ PLC كانت في السابق المنظومات احنا نسميها بالـ Classic Control بيها Components نذكر البعض من عدها ورح نشوف صور توضيحية لهذه الأجزاء يعني بالمحاضرات القادمة الأجزاء اللي تستخدم بالـ Classic Control مثلا Bush Buttons Indicator Lamps عندنا الـ Contactors عندنا مثلا Selector Switches عندنا الـ Overload عندنا Circuit Breaker وعندنا الكثير من القطاع الكهربائية هذه وظيفتها التحكم ولكن بطريقة احنا نسميها كلاسيكية لأنه ما تحتوي على الإمكانيات اللي يحتويها الـ PLC لاحظ إذن السبب وراء استخدام الـ PLC هو التقدم العلمي والتقني الهائل أصبحت المنظومات في غاية في التعقيد وأصبحت أيضا منظومات كبيرة بالحجم وقد تصل في بعض الأحيان يعني احنا اشتغلنا مثلا في معامل تصل القراءات المختلفة إلى حد تقريبا يعني 15 ألف قراءة يعني لازم الـ Controller يسيطر على 15 ألف متغير داخل معمل معين فهذه من المستحيل على الإنسان أو على المنظومات التقليدية للسيطرة بالتحكم دون وجود برنامج وبدون وجود CPU تقوم بمعالجة المعلومات وسحب المعلومات ومعالجتها ومن ثم إصدار أوامر التحكم إذن زيادة التعقيد في العمليات الصناعية المختلفة أدى إلى يعني إنتاج ما يسمى بالـ PLC يعني للمعاونة في عملية جلب المعلومات ومعالجتها بسرعة وإصدار أوامر التحكم بسرعة المطلوبة أيضا الحاجة والسرعة والدقة للأداء مطلوبة في المصانع المختلفة إذن حاجتنا للسرعة وحاجتنا إلى دقة في الأداء استوجبت أنه نستخدم منظومات في غاية الدقة وفي غاية السرعة وهي موجودة فيما يسمى بالـ CPU اللي هي أحد أجزاء الـ Programable Logic Controller الحاجة للسيطرة على أكثر من عملية في نفس الوقت نحن نعب بأن الإنسان إمكانيته محدودة يعني ممكن أنه يسيطر على عملية أو ربما عمليتين في آن واحد ولكن من المستحيل السيطرة على عمليات كثيرة تصل أعدادها إلى المئات وربما الآلاف من العمليات المعقدة في آن واحد إذن هذا هو الغرض الأساسي من ابتكار واستخدام الـ PLC لاحظ عزيزي طالب بصورة بسيطة لنوضح كيفية التعامل بصورة منطقية مع الإشارات الداخلة والخارجة إلى منظومات الـ PLC لاحظنا عزيزي طالب عندنا هذه منظومة PLC عند دخول إشارة من مفتاح معين أو من سويتش معين إذا دخلت الإشارة خلينا نقول هنا مثلا حاليا لوجيك زيرو هنا عندنا أمبود ديجيتال الليفل مالتا هو حاليا زيرو دخلت إلى الـ PLC الـ PLC يحتوي على برنامج ربما البرنامج يستفيد من هذه القيمة المدخلة لإصدار عملية تحكم مثلا بمصباح كهربائي ممكن إحنا للسويتش هذا من تجي مثلا إشارة للـ PLC من هذا الاسويتش هو ممكن حسب البرنامج المكتوب يصدر أمر تحكم بالمصباح فإذا كان الإدخال مثلا صفر يكون الـ Output مالتا على المصباح للتحكم به هو لوجيك زيرو وقد يكون في حالة أخرى إذا كان للسويتش في حالة ON يعني إذا كان الـ Level الداخل الـ Logic Level الداخل إذا كان Logic 1 أو Logic True فممكن حسب البرنامج المكتوب أنه يخرج الـ PLC إشارة تحكم بالمصباح الكهربائي أو بالمنظومة ويجعلها في حالة ON هذا مثال على عملية إدخال قيم رقمية إلى الـ PLC وأخراج قيم رقمية أيضا من الـ PLC للتحكم طبعا هذا مثال بسيط جدا إحنا رح نصل إلى مرحلة أنه نتحامل مع منظومات معقدة وممكن نسيطر على مجموعة مثلا مأنظمة وإدخال مجموعة إشارات ممكن تكون بالآلاف المكونات الأساسية اللي يتكون من عندها جهاز الـ PLC جهاز الـ PLC يشبه إلى حد كبير جهاز الـ Computer اللي إحنا أغلبيتنا نستخدمه أجهزة الـ Computer تمتاز بأنه إلهم وحدة معالجة مركزية هاي وحدة المعالجة المركزية تحتاج إلى معلومات فلازم أكوعدها وسائل لإدخال هذه المعلومات وأيضا وحدة المعالجة المركزية تحتاج إلى إخراج المعلومات فلازم أكو وسائل لإخراج المعلومات وأيضا وحدة الذاكرة لازم تكون موجودة لخزن البرامج وخزن المعطيات أي المعلومات أثناء عملية المعالجة وربما يحتاج CPU أو المعالج إلى وحدات إضافية مثلا وحدات للاتصال أو وحدات لخزن المعلومات المؤقتة أو خزن المعلومات الدائمية أو معالجة هذه المعلومات بطريقة معينة إلى آخر وبما أنه جهاز الكمبيوتر والأجزاء المحيطة بيه اللي تغيين في عمله هي كلها جهازة كهرباء إلكتروني أكيد يحتاج إلى ما يسمى بـ Power Supply أو وحدة تجهيز الطاقة طبعاً PLC يشبه إلى حد كبير الكمبيوتر اللي وصفناه قبل قليل فخلي نشوف الأجزاء الأساسية اللي يتكون من عدد جهاز PLC أول الأجهزة اللي يحتاجها PLC هو جهاز الإدخال يجب أن يكون مع CPU أو PLC مالتنا وحدات لإدخال المعلومات قد تكون وحدة واحدة أو قد تكون مجموعة وحدات حسب عدد الكميات المطلوب إدخالها إلى جهاز الكمبيوتر اللي حالياً ده المثلة بـ PLC إذن يجب توفر أجهزة إدخال وهذه أجهزة الإدخال نوعيتها تعتمد على نوعية الإشارات الداخلة قد تكون الإشارات الداخلة الديجيتال فأحتاج إلى أجهزة إدخال من النوع الديجيتال وإذا كانت الإشارات الخاصة بينه نوعها أو طبيعتها analog فنحتاج إلى أجهزة إدخال من النوع الانالوج وفي بعض الأحيان الإشارة الانالوج قد تكون إشارة تيار كهربائي فنحتاج إلى وسيلة لتحويل التيار الكهربائي إلى جهد كهربائي ليدخاله وفي بعض الأحيان تكون الإشارات الانالوج هي عبارة عن جهد كهربائي وهذا الجهد الكهربائي أيضا يعني نقدر نربطه وندخله إلى وحدة ال PLC نحتاج أيضا إلى ما يسمى بالمعالج أو البروسيسر وحدة المعالجة المركزية داخل PLC نسميها بالمعالج هي أيضا هنا في منظومة PLC تسمى بالCPU تشبه الموجودة في جهاز الكمبيوتر أيضا من الوحدات الأساسية التي نحتاجها هي وحدة الذاكرة طبعا PLC نوعيته وإمكاناته تعتمد على حجم الذاكرة الموجودة به يفضل استخدام PLC حجم ذاكرة كبير جدا وحجم الذاكرة بالنسبة لل PLC ما يقاس بوحدات اللي نعرفها لقياس حجم الذاكرات مثلا ما تقاس بالبيت أو الكيلو بايت أو الميجا بايت أو الجيجا بايت لا يقاس بوحدة نسميها الانستركشن أغلب البيألسيز تتعامل مع الإعازات وهذه الإعازات كل ما كبر عدد الإعازات اللي ممكن أنه تخزنها في ذاكرة البيألسي كل ما زاد سعر البيألسي إذن البيألسيز الأنواع المختلفة والاستخدامات مالتها والتطبيقات والإمكانات تحدد بحجم الذاكرة وحجم الإعازات اللي ممكن تخزن داخل هذه الذاكرة فمثلا عندنا PLC يعني نسميه ألف تعليمة أو ألف إعاز يعني البرنامج مالتها ما يتجاوز الألف إعاز فهذا أكيد سعرها رح يكون أغلى من ال PLC اللي حجم الذاكرة مالتها تستوعب مثلا 500 يعني إعاز في هذه الحالة وطبعا عندنا PLC تحتوي في ذاكرتها على مساحة كبيرة لخزن ما يقارب عشرة آلاف إعاز وربما عشرين ألف إعاز وهذه الأنواع تكون أغلى وأكثر كفاءة من الأنواع الأخرى ذات سعات الخزن القليلة نحتاج أيضا في منظومات ال PLC أجهزة لإخراج المعلومات تمتاز أجهزة ال PLC بأنه تحتوي على أجهزة إخراج قد تكون هذه الأجهزة الإخراج من نوع الأنالوج تخرج إشارات أنالوج أو قد تكون من النوع الدجتال تخرج إشارات ديجتال الغرض من إخراج الإشارات هو لعمليات العرض وأحيانا لعمليات التحكم وأحيانا أخرى لعمليات الاتصال مع الأجهزة الأخرى ك PLCs وكوسائل إدخال وإخراج وعرض وتسجيل وخزين أخرى الوحدة الأخرى التي تحتاجها منظومة PLC هي وحدة الطاقة أو ما يسمى بالPower Supply إذن هذه الأجهزة التي شفناها أجهزة الإدخال والمعالج والذاكرة وأجهزة الإخراج هي عبارة عن أجهزة كهربائية والكترونية لذلك تحتاج إلى مصدر للطاقة مصدر الطاقة يختلف من نوع PLC إلى آخر قد يكون مصدر الطاقة هو الكهربائية الاعتيادية 220V 50Hz AC وقد تكون بعض المنظومات تحتاج إلى مصدر طاقة DC ونوعية وقيمة الفولتية تختلف من نوع إلى آخر يعني مثلا المنظومة اللي إن شاء الله رح نستخدمها في التطبيقات العملية ما ترح شوفها بينها تشتغل على 24V وهذه النوعية الفولتية هي DC وممكن أكو أنواع تشوفها إنهم من PLC تشتغل على مصدر فولتيات DC قيمة مثلا 110V وحجم وقيمة الفولتية يحددها قلنا نوع PLC والتطبيق والاستخدام أو بعد المسافات بالنسبة لجلب الإشارات أو أصدار أوامر التحكم في بيئة العمل الجزء الأخير اللي نحتاجه لمنظومة الـ PLC هي وحدة البرمجة طبعا إحنا قلنا بأنه المعالج أو الـ CPU الخاص بالـ PLC هو يحتاج إلى برنامج مكتوب بوحدة من اللغات البرمجة اللي رح نتكلم عنها يعني لاحقا إن شاء الله فهذه اللغات البرمجة من أن نتعلمها ونكتب بها برنامج معين لازم تخزن في ذاكرة وهذه الذاكرة رح تحتوي على معلومات تخص البرنامج نفسه ومعلومات يتعامل معها هذا البرنامج التطبيقي إذن نحتاج إلى وحدة البرمجة الغرض من وحدات البرمجة أنه تمكننا من كتابة البرنامج الخاص بالتحكم الـ PLC وأيضا عملية تحميله إلى ذاكرة المعالج حتى يقوم المعالج بقراءة هذا البرنامج وتنفيذه وأخذ الإدخالات من خارج الـ PLCs وإصدار الأوامر إلى خارج الـ PLC للتحكم بالمنظومات المختلفة هناك توجد وحدات اتصالات وحدات الاتصال ممكن تمكننا من عملية اتصال الـ PLC مع الكمبيوتر لغرض برمجته أو عملية الاتصال بين PLC وآخر عندما تكون منظومة التحكم مالتنا واسعة وحجم PLC واحد غير قادر على القيام بالعمل لذلك ممكن نربط مجموعة من الـ PLCs مع بعضها البعض بشبكة معينة قد تكون هذه الشبكة واي فاي يعني وايرلس أو قد تكون هذه الشبكة من النوع الإثرنت يعني شبكة اللان أو قد تكون شبكة صناعية مخصصة يعني تشبه شبكة الكمبيوتر ولكن نوعها خاص لأغراض العمليات الصناعية والتحكم بالعمليات الصناعية قد يكون وفق بروتوكول احنا نسميه مثلا مود باس أو مثلا فيلد باس أو مودي كون عندنا منظومات اتصال مختلفة لأجهزات الـ PLC رح نشوفها إن شاء الله لاحقا نوع من أنواع الإشارات قلنا إنه الإشارات الإدخال والإخراج التماثلية احنا بينا بأنه توجد إشارات تدخل إلى الـ PLC تكون رقمية وإشارات تخرج من الـ PLC تكون رقمية ولكن هذه مو الحالة الدائمة في بعض الأحيان يحتاج الـ PLC مثلا لقيس درجة حرارة ونحن نعرف درجة الحرارة هي physical quantity قابلة للتغير بطريقة نسميها continuous أو بطريقة نسميها تماثلية أو تشابهية إذن نحتاج في بعض الأحيان قياس مثلا درجة الحرارة أو قد نكون في حالة حاجة لقياس الضغط الجوي أو قد نحتاج قياس مثلا شدة الرطوبة أو قد نحتاج قياس مثلا قيمة تيار معين أو قيمة جهد معين أو نحتاج قياس مثلا وزن كمية معينة فهذه الكميات اللي نذكرها هي كلها كميات فيزيائية تماثلية لازم من تدخل إلى الكونترولر مالتنا أو إلى PLC ماتا يجب أن تحول من أنالوج إلى ديجيتال لمعالجتها بواسطة PLC اللي ذكرنا بأنه هو منظومة رقمية تقوم بمعالجة معلومات رقمية إذن نحتاج إلى وسيلة لتحويل المعلومات من شكلها التماثل للأنالوج إلى الشكل الرقمي الديجيتال إذن لذلك نشوف هنا بأنه عدنا إشارة أنالوج لاحظ عزيز الطالب رح نحول هذه الإشارة الأنالوج لاحظ إلى إشارة رقمية هاي إذا كنا في حالة إيش إدخال الإشارة التماثلية إلى PLC نحولها إلى الصيغة الرقمية وأحيانا بالعكس أحيانا تكون عندنا معلومات رقمية وإحنا نريد نحولها إلى إيش إلى شكل تماثلي للتحكم مثلا بمنظومة معينة مثلا أريد أتحكم بسرعة مروحة أو أريد أتحكم بسرعة محرك معين في مصنع أو أريد أتحكم مثلا بسرعة المصعد الكهربائي لذلك تشوف المنطق الرقمي اللي يصدر PLC وهو أرقام نحن نسميها ديجتال تتحول إلى إشارة تماثلية تذهب إلى المحرك لتشغيله بسرعة معينة وباتجاه معين إلى آخر إذا اللاحب عزيزي الطالب إذا كانت الإشارة مالتنا الداخلة إلى PLC إذا كانت هي رقمية فتدخل رقمية ولكن إذا كانت تماثلية تتحول إلى رقمية وتدخل إلى PLC مالتنا وأيضا إذا كانت الإشارة مالتنا رقمية ممكن تدخل رقمية ولكن إذا كانت الإشارة مالتنا تماثلية تتحول إلى رقمية وتدخل إلى جهاز PLC للمعالجة إذا باختصار إذا نريد أن ندخل إشارة تماثلية إلى PLC نحولها إلى ديجتال ثم يستخدمها PLC وإذا كانت عندنا إشارة رقمية يصدرها الـ PLC ونحتاج للتحكم بكمية تماثلية فنحتاج إلى محول من Digital إلى Analog ليصدار إشارة Analog للتحكم بمنظومتنا اللي تحتاج إلى إشارة تحكم تماثلية هذه أمثلة من وسائل الإدخال والإخراج اللي ممكن تربط مع الجهاز الـ PLC أخذنا بعضها سابقا ولكن لا ضير من الإشارة إليها مرة ثانية لاحظ عزيزي الإدخال هنا لدينا مثلا وسيلتين للإدخال وهنا لدينا وسيلة مثلا للإخراج لاحظ عزيزي طالب قبل قليل قليل أن المصباح الكهربائي ممكن نتحكم به فممكن نخرج لإشارة ولكن أنا هنا أقصد بالـ Unput وحاط مصباح كهربائي إنه قد تكون كمية شدة الضوء مطلوب قراءتها أنا هنا أريد أبين لك بأنه الضوء أو شدة الضوء ممكن تكون إدخال إذن ممكن يكون عندنا حساس لشدة الضوء هذا الحساس ويقوم بعملية زين تحسس شدة الضوء ويحولها إلى ديجيتال ويدخلها إلى إيش إلى الـ PLC وقد تكون الإشارة التي تجينا هي جاهزة ديجيتال وممكن تحويلها في هذه الحالة مباشرة إلى جهاز الـ PLC وإدخالها من خلال وحدة إدخال رقمية أما هذه الكمية فممكن إدخالها إلى الـ PLC من خلال وحدة إدخال تماثلية إذن هذه الإشارة اللي هي شدة إشعة الضوء التماثلية ممكن تدخل إلى الـ PLC بعد ما تحول من أنالوج إلى ديجيتال وهذه الإشارة الرقمية ممكن تدخل إلى الـ PLC مباشرة لأنه هي في حالتها الرقمية ولا حاجة لتحويلها هنا عندنا المحرك الكهربائي يعتبر وحدة من وسائل الإخراج إحنا إذا كان عندنا متحسس لكمية معينة نسميه سنسر فإذا كان عندنا جهاز يقوم بعملية معينة أو بإنتاج عمل معين إحنا نسميه بالـ Actuator أو نسميه المفعل يعني هذا المحرك من يشتغل رح يدورنا مثلاً في ماكنة معينة أو هذا المحرك من يدور رح ينطينا مثلاً سرعة رياح بقيمة معينة إذا كان مروحة إذن هذا إحنا الجهاز نسميه Actuator بينما الجهاز اللي يتحسس شدة الضوء نسميه Sensor الـ Switches هذه لعمليات الإدخال الرقمي نسميها Bush Buttons إذن هذه التسميات المتعارف عليها في السوق المحلية نجي الآن على الأجهزة اللي ذكرناها المكونة للـ PLC أخذنا وحدات الإدخال الآن رح ننتقل إلى المعالج المعالج ومثل ما ذكرنا سابقاً أنه أحياناً يسمى بالـ Central Processing Unit أو يختصر بـ CPU يعتبر الـ CPU يعني بمثابة العقل أو الموخ يعتبر أذكي جزء بمنظومة الـ PLC لأنه يحتوي على البرنامج ويحتوي على مركز القرار لأنه يحتوي على وحدة الـ Control and Logic Unit وأيضاً يحتوي على وحدة حساب ومنطق لذلك يعتبر بمثابة العقل أو الموخ بالنسبة لجهاز الـ PLC الوظيفة الخاصة بالـ CPU هي كالتالي مراقبة حالات أجهزة الإدخال مقارنتها بالبرنامج الذي عنده تم يعني ثم يحولها إلى إشارات خرج حسب البرنامج المكتوب يعني الوظيفة الخاصة بالـ CPU هي كالتالي مراقبة الإدخالات ومقارنة هذه الإدخالات مع ما موجود داخل البرنامج المعد وبعد هذا يصدر القرار أو إشارات التحكم وإخراجها للتحكم بالمنظومة المطلوبة هذه هي كانت وظيفة المعالج أو الـ CPU بالنسبة لـ PLC لاحظ مثلاً هناك كيف يعمل الـ PLC أو البروستر الخاص بالـ PLC البروستر يقوم بالعمل التالي أولاً يراقب الإدخالات هنا عنده مثلاً الدخل هو عبارة عن مفتاح عبارة عن Logic أما Zero وأما One بعد ما يقارن الحالة مات الإدخال مع الحالة المطلوبة من عنده وفق البرنامج رح يصدر إشارة تحكم خارجة للتحكم بالمصباح الكهربائي الموجود عندنا إذن الـ CPU مالتنا أو الـ PLC هو حالياً يراقب الإدخالات ووفق البرنامج يصدر عمليات التحكم تمام؟ الذاكرة وصلنا الآن إلى موضوع الذاكرة وما هي الأنواع الخاصة بالذاكرة التي توجد داخل الـ PLC توجد داخل المعالج أو داخل الـ PLC نوعين من الأنواع الذاكرة ذاكرة يخزن بها النظام نحن نسميها بالـ System Memory هذا الـ System Memory يشبه الـ Operating System الموجود في جهاز الـ Computer يعني شون يشبه برنامج الـ iOS أو يشبه برنامج الـ Windows أو يشبه برنامج Linux هذا اللي نسميه أنظمة تشغيل هذا تهيئ الـ PLC للعمل وتقبل برنامج تطبيقي لغرض السيطرة على فد معدة معينة أو فد على جهاز كهربائي معين إذن هذا النوع الأول من أنواع الذاكرة يسمى بـ System Memory ويكون من النوع الـ ROM نحن نسميه نريد Only Memory يعني هذا النوع يعني Unalterable يعني غير قابل للتغيير يحتوي على معلومات ويحتوي على برنامج تخص منظومة الـ PLC والبرنامج الرئيسي اللي نسميه الـ Operating System لذلك هذا النوع من الذاكرة تسمى بالـ Fixed Memory أو الذاكرة الثابتة وما يمكن محوها أبدا تحتوي هذه المنظومة اللي نسميناها بالـ System Memory تحتوي على نظام التشغيل اللي ما ممكن التبديل أو التعديل أو التغيير به النوع الثاني من الذاكرة نسميها بذاكرة المستخدم أو ذاكرة التطبيقات أو نسميها بالـ Application Memory تسمى هذه الذاكرة بالـ Variable Memory لأنه ممكن تغييرها وتعديلها حسب المطلوب من البرنامج وأيضا تسمى أحيانا بالـ RAM أو تسمى اختصارا Random Access Memory بالـ RAM وتنقسم هذا النوع من الذاكرة إلى جزئين الجزئ الأول نسميه Data Table Area هذا نوع من أنواع المعلومات تخزن على شكل جداول وعدد المعلومات يكون نوعا ما كبير لذلك تحتاج إلى Tables لعملية الحفظ تخزن فيها الأرقام والقيم والزمن والمتغيرات القابلة للتعديل والمراقبة رح نشوف بأن هذه الذاكرة مقسمة إلى أجزاء وكل جزء إلى فد عدد معين من المواقع للخزن وأحيانا هذه الأجزاء من الذاكرة بهذه الخانات للخزن تعطى رموز حرفية يعني مثلا عندنا وحدات ذاكرة هنا ستكون اسمها X مثلا X0, X1, X2 تسمى وحدات الخزن لوحدات الإدخال يعني هذا الـ X إذا اعتبرناه هو الـ Unput فتشوف عندنا مجموعة من مواقع الذاكرة مسمات X0, X1 إلى آخر X موجود عندنا وقد تلقاها مثلا مواقع الذاكرة مثلا مكتوب يعني مخزونة باسم مثلا Y اللي هو الإخراجات الخاصة بالـ PLC مثلا من Y0 راح تلقى هذا الجدول إلى مثلا Y فرضا 20 أو Y 200 أو Y 800 إلى آخرين فإذا الذاكرة مقسمة إلى أجزاء وكل نوع من أنواع هذه الأجزاء معطى رمز معين أو حرف معين بأرقام مختلفة تخزن فيها الأرقام والقيم والزمن والمتغيرات قبل التعديل والمراقبة اللي ذكرناها قبل قليل الجزء الثاني من ذاكرة الرام يسمى بـ User Program Area هذا الجزء يخزن به البرنامج التطبيق اللي كتبه المبرمج للسيطرة على جهاز معين يعني هناك يكتب البرنامج وهناك تخزن المعلومات الخاصة بالبرنامج اللي بالأسفل طبعا هاي المعلومات اللي بالعلى تتغير أثناء تنفيذ البرنامج لكن البرنامج نفسه لا ما يغير باستمرار يعني الجوز أول ما تشتري الـ PLC تبرمج برنامج معينة تخزنه الجوز وراء عشر سنين اللي تحتاج تغيره هي ممكن تغييره لذلك هو من النعرام أو الـ Variable ممكن تغييره بس مو دائما أو مو أثناء عمل المنظومة أو مو أثناء تنفيذ التطبيق الفلاني واضح؟ زيان؟ هذا النوع من أنواع الذاكرة الرام احنا نسميه بالـ User Program Area ونضع فيها البرنامج المراد تصميمه أو المراد خلنا نقول برمجته للعمل وسيطرة على العمل منظومة معينة طبعا الذاكرة في الـ PLC لها بطارية مصدر تغذية بسيط وهذا المصدر في الغالب يكون بطارية من الحجم الـ 3 فولت إن شاء الله راح نشوفه من الطرق للأمور العملية لمحاضرة هذا اليوم هذه البطارية توضع داخل الـ PLC حتى لو انقطعت الكهرباء عن الـ PLC يبقى البرنامج محفوظ ولا يمسح بسبب ضياع الجهد الجزء الآخر من أجزاء منظومة الـ PLC هو مصدر الطاقة أو ما يسمى بالـ Power Supply هذا الـ Power Supply إلى دور أساسي في تشغيل المنظومة لأنه عرفنا بأن المنظومة كهربائية أو إلكترونية تحتاج إلى طاقة كهربائية حتى تشتغل ثاني شغال يقوم بها المصدر الطاقة هو مراقبة الجهد وتنظيمها والحفاظ على استقرارية هذا الجهد الكهربائي اللازم لعمل المنظومة بالشكل الصحيح مثلا عندنا منظومة مثلا PLC تشغل على 24 فولت زيان فإذا يوفر لمصدر الطاقة هذا الجهد ويحافظ على ثباته طول عمل المنظومة وممكن في بعض الأحيان هذا الجهد ينقص إلى حد 5 فولت لأنه يشغل بعض الأجزاء الأخرى اللي تحتاج إلى جزء أو جهد العفو آخر اللي هو مثلا 5 فولت إذن لو نلاحظ هنا وحدات الإدخال تحتاج إلى مصدر طاقة وحدات الإخراج تحتاج إلى مصدر طاقة المعالج يحتاج إلى مصدر طاقة أحيانا تكون كل هذه المنظومات تحتاج نفس الجهد وأحيانا كل واحد منهم يحتاج الجهد الخاص به لذلك تشوف أنه منظومة الطاقة توفر الجهد المناسب لكل واحد من هذه الأجهزة المختلفة فهذا هو عمل مصدر الطاقة الكهربائية أيضا قلنا واحدة من أجزاء منظومة الـ PLC هو الجهاز الخاص بعملية برمجة الـ PLC لاحظ عزيزي الطالب نوع المبرمجات يعني عدة نوعين النوع الأول هو عبارة عن مبرمج متخصص لعملية برمجة الـ PLC يعني لاحظ هذا الـ PLC اللي هو من نوع سيمينز ستيب 7 عملية برمجة تتم بمنظومة هاي المنظومة مجهزة من قبل نفس الشركة المصنعة للـ PLC إذن هذا هو بروغرامر متخصص لعملية البرمجة للـ PLC ولكن ممكن إحنا نستخدم الحاسب الشخصي الـ Pearson Computer أو اللابتوب حاليا مثل ما موجود عندنا بالصورة وربطه بكابل معين للـ PLC مالتنا والسيطرة على عملية البرمجة وعملية تحميل البرنامج أو عملية تنزيل البرنامج إذن ممكن إحنا نبرمج الـ PLC بواسطة الكمبيوتر الشخصي أو ممكن برمجة الـ PLC بواسطة مبرمج خاص مخصص لعملية برمجة الـ PLC ولا يمكن استخدام هذه المبرمجة لأغراض أخرى إحنا نعرف بين جهاز الكمبيوتر ممكن نستخدمه مثلا لعرض مثلا الأفلام ممكن لعرض الدروس التوضيحية ممكن تشغيل القرآن الكريم ممكن تشغيل الموسيقى والأغاني أو ممكن استخدام الكمبيوتر لعملية تصفح الأنترنت وأيضا ممكن استخدامه لعملية برمجة الـ PLC جهاز الكمبيوتر نسميه General Purpose يعني Device يعني جهاز عام الأغراض ممكن نستخدمه لأغراض مختلفة أما هذا الجهاز اللي نشوفه أمامنا ما نستخدمه فقط لغرض واحد وهو برمجة الـ PLCs في هذه الحالة إذن جهاز البرمجة هو أي جهاز يقوم بكتابة البرنامج هاي أولا ثانيا تحميله إلى الـ PLC بواسطة كيبل خاص لنقل المعلومات طبعا إحنا ممكن نكتب البرنامج بجهاز الكمبيوتر وتحميله عبر كيبل خاص إلى جهاز الـ PLC وممكن العملية بالعكس ممكن أنا عندي جهاز الـ PLC ببرنامج واني أريد أسوي download أو تحميل للبرنامج المن إلى جهاز الـ PLC لمثلا التعديل يوجد نوعين من أجهزة الـ PLCs أو معيارين ميكانيكيين من حيث تصميم أجهزة الـ PLC النوع الأول نسميه بالـ Single Box لاحظ عزيزي الطالب هنا في هذا النوع من المنظومات منظومة الـ PLC ومنظومة وحدات الإخراج ومنظومة وحدات الإخراج ومنظومة الطاقة ومنظومة البرمجة كلها تكون يعني متجمعة في صندوق واحد وممكن تتعامل مع الـ PLC على أنه قطعة واحدة النوع الثاني نسميه modular and rack modular and rack هو عبارة عن قطعة تشبه عملها عمل الموذر بورد في جهاز الكمبيوتر لوحة كهربائية الكترونية كبيرة وضيفتها ربط الأجزاء المختلفة للـ PLC وهذه النوع اللي نسميه البورد أو الراك تربط عليه القطعة المختلفة المكونة لمنظومة الـ PLC يعني رح تشوف بأنه الـ PLC هو متكون من أجزاء هاي الأجزاء نسميها موديولز هذه الموديولز كلها تركب على قطعة أساسية رئيسية نسميها الراك ورح نشوفها بالصوار ونوضح هذه الأمور بالتفصيل إذا النوع الأول اللي نسميه Single Box ميزاته وخصائص النوع هذا تتلخص بالنقاط التالي أولا كل مكونات الهاردوير في جهاز واحد ما عدد جهاز البرمجة يعني قبل قليل قلنا بأنه الـ PLC تكون مثلا من وحدة إدخال ووحدة إخراج وCPU وذاكرة ومنظومة اتصال وPower Supply لاحظة هنا لا كل الأجزاء تكون في صندوق واحد يعني مو المنظومة PLC تكون من أجزاء لا هي عبارة عن قطعة واحدة قائمة بحل ذاته ما عدد إيش ما عدد جهاز البرمجة ممكن ربطه بواسط كيبل وإجراء عملية البرمجة وتحميل البرنامج الميزة الثانية أو الخصائص اللي إذا نشوفها بالنسبة للمنظومة Single Box إنه أقصى المداخل والمخارج له هي 40 مدخل ومخرج يعني تكون إمكانيات الإدخال والإخراج ماته محدودة يعني عدد إشارات الإدخال وعدد إشارات الأخراج يكون محدود وهذا العدد المحدود في الغالب لا يمكن توسعته النوع الثال يعني أو المعلومة الثالثة اللي لازم نعرفها بأنه يمتلك ذاكرة صغيرة يعني تتراوح بين 300 إلى 1000 إعاز إحنا قلنا الذاكرة تقاس بوحدة الإعاز أو الإنستركشن أو التعليمة إذن في هذا النوع من أنواع الـ PLCs اللي هو غالبا يكون بمواصفات محدودة يمتلك ذاكرة كرامة تجاوز الـ 11 Instruction النقطة الرابعة يستخدم هذا النوع في تطبيقات بسيطة يعني إحنا هذا النوع اللي إذا نسميه سنجل بوكس إنه تشوف الـ Hardware مالتا كليته مجموعة في قطعة واحدة المداخل والمخارج إلى محدودة ما تتجاوز الأربعين ما تخل ومخرج مع بعضها يمتلك ذاكرة محدودة تتراوح بين 300 إلى 1000 إعاز في هذه الحالة وأيضا يستخدم في التطبيقات البسيطة إذن هذا النوع من أنواع الـ PLCs يكون محدود الإمكانيات واضح؟ هذه أمثلة لنوعيات من أنواع الـ PLCs إحنا نسميها Single Box لاحظ عزيزي الطالب هنا عندنا هذا هو وحدة الـ PLC لاحظ لاحظ أنها تحتوي على قطعة الاتصال هذا جزء الاتصال هنا جزء الـ Power Supply وهذا الجزء هو مسؤول عن وحدات الإدخال والإخراج المختلفة لاحظ هذا إحنا نسميه بـ Single Box PLC هذا نوع أيضا من أنواع الـ PLC من شركة سيمانز زيان سيمانتك هذا النوع لاحظ هنا أيضا هذا وسيلة الاتصال بجهاز البرمجة قد يكون كومبيوتر أو المبرمجة الخاصة من شركة سيمانز وهنا رح يكون موجود الـ Power Supply مالتنا وهذه التوصيلات الخاصة بالـ Power Supply وهنا وحدات الإدخال والإخراج الخاصة بالـ PLC طبعا أكيد موجودة CPU في هذا الجزء وأيضا موجودة الذاكرة وهذا نوع آخر من أنظمات الـ PLC أيضا من شركة سيمانز اسمه Logo هذا يحتوي فيه داخله على مصدر الطاقة الكهربائية لاحظ هنا ويحتوي على وحدات الإدخال وأيضا يحتوي على وحدات الإدخال والإخراج التماثني ويحتوي على كيبورد لكتابة البرنامج وشاشة لمراقبة عملية الكتابة وتعديل البرنامج هذه الأنواع المختلفة نسميه Single Box PLC أيضا هذا نوع آخر من أنواع الـ PLCs لشركة أو براند أخرى اسمها المولر هذا الـ PLC الأول والثاني من شركة مولر لاحظ هنا عزيزي الطالب أيضا هذا PLC من نوع Single Box يحتوي على كيبورد وشاشة لمراقبة وكتابة الإعاز وإدخالات وإخراجات مختلفة هنا لدينا أيضا نوع آخر هذا الحجم نوعا ما أكبر من الأول هذا الحجم نسميه أيضا Single Box PLC بمواصفات مولر أكبر من اللي قبله ويحتوي على وحدات إخراج ووحدات إخراج وإيضا على إشارات الـ Power Supply وبرمجة وCPU وذاكرة كلها في بوكس واحد النوع الثاني قلنا من الـ PLCs يسمى بالموديولار أند راك راك قلنا القاعدة اللي تتربط عليها الزاء الـ PLC والموديولار هي الموديولز والأزاء أو الألواح المختلفة اللي خاصة بالـ PLC اللي تجمع مع بعضها البعض على الراك لتكوين وحدة الـ PLC الكاملة كل وحدات الـ PLC مستقلة ومنفصلة نسميها Separate Modules إذن Separate يعني منفصلة يعني كل قطعة بحذ ذاتها يعني CPU قطعة Power Supply قطعة وحدة الإدخال قطعة وحدة الإخراج قطعة وحدة الاتصال قطعة تمام؟ إذن منفصلات تكون عن بعضها البعض شنو اللي يجمعهم ويربطهم كهربائين بواحدة الأخرى؟ القطعة اللي إحنا نسميها الراك أو السكة اللي ترتبط بيها كل هاي الأزاء المختلفة المكونة الـ PLC ورح نشوف هذه الأمور إن شاء الله بالجزء العملي من محاضرة هذا اليوم إن شاء الله لاحظ عزيزي الطالب يمتلك هذا النوع من الـ PLCs من خمسين مدخل وخمسين مخرج يعني لاحظ هنا الإدخالات والإخراجات مجموحة تقريبا مية بينما النوع السابق كان عدد الإخراجات والإدخالات ما يتجاوز الأربعين إدخال مع إخراج وربما أقل من هذا معلومة أخرى تخص هذا النوع هي ذاكرتة عالية أكثر من ألف إعاز أو ألف تعليمة يعني إحنا النوع اللي رح نستخدمه إن شاء الله يعني تقريبا يوصل عدد الإعازات مالتا إلى 8000 إعاز ممكن خزنة في ذاكرة هذا الـ CPU السهولة في توسعة وحدات الدخل والخرج وتوسعة الذاكرة إذن نحن بالنسبة للنوع هذا اللي هو الموديل أندراك ممكن نضيف وحدة ذاكرة إضافية أو وحدة إخراج إضافية أو وحدة إدخال إضافية لزيادة إمكانات هذا النوع من الـ PLCs هذه أمثلة لمنظومات إحنا نسميها بالموديل أندراك لاحظ عايزي طالب هذا الجزء الأول يسمى بالـ Power Supply هذا الجزء الثاني لاحظ هذا السهم هو الـ CPU أو المين بروسيسر لاحظ هذا الجزء الثالث إحنا نسميه الـ Interface Module هذا يمكننا من ربط PLC بجهاز الكمبيوتر للبرمجة أو ربط بـ PLC آخر للتعاون في عملية التحكم بمنظومة قد تكون كبيرة أو للاتصال مثلا بوسيلة اتصال عن بعد بمركز السيطرة المركزي وإلى آخره هنا قد يكون عندنا وحدة لإخراج المعلومات وهنا قد يكون عندنا Special Function Modular هذه قد يكون وحدات خاصة مثلا للاتصال قد تكون مثلا بمصانع أخرى أو اتصال بـ PLCs من أنواع أخرى وهذه هي يعني وحدة عمل compatibility بين النوع الأول مع النوع الثاني وهكذا هذا نوع آخر من شركة سيمينز لاحظ هذه وحدة الـ Power Supply وهذه الـ CPU مع الذاكرة وهذه وحدات interface قد تكون إدخال أو إخراج وهنا أيضا وحدات مساعدة أخرى قد تكون وسائل الاتصال بمنظومات أخرى أو قد يكون مسؤول عن إدخال أو إخراج معلومات بطريقة سيريال قد يكون RS-232 أو RS-485 أو RS-122 إلى آخره من منظومات الاتصال البيني بين الـ PLCs المختلفة هذه أيضا أجزاء مختلفة أو أنواع مختلفة من أنواع الـ PLCs وأتمثل الأجزاء المرتبطة مع بعضها على الراك الخاص بها هنا سنرى صورة عملية لمنظومة متكونة لاحظ هذه كل قطعة من هذه القطعة نسميها موديول وتربط على هذه القطعة اللي بالخلف اللي يسميها الراك هذه القطعة اللي بالخلف نسميها الراك أو السكة اللي ترتبط بها جميع هذه الموديولز كل واحد من هذه الموديولز إلى وظيفة معينة مثلا هذا قد يكون هو الـ Power Supply هذا قد يكون الـ CPU هذا قد يكون الذاكرة الموسعة هذا قد يكون وهدةت إدخال وهي وهدة تعاد أخرى وهي وهدة إدخال أخرى وهي وهدة إخراج أخرى وهي وهدة أخر الخارج لاحظ عددهم المتزايد معنى أنه الحجم الكبير للمنظومة الذي تحكم بها وحجم الالتخالات الكبير أو حجم الإخراج الكبير أو نوعية الالتخال أو الإخراج قد تكون أنالوج وجزء منها يكون ديجيتال وهكذا هذه أيضا منظومة PLC من نوع راكانت بوديول موجودة داخل بورد السيطرة لاحظ هنانا وحدة الـ Power Supply هذه أسلاك تغذية الطاقة الكهربائية وهنانا وحدة CPU وحدة الاتصال مالتها لاحظ هذا Cable LAN الخاص بعملية البرمجة والربط الشبكي وهنانا وحدة إدخال وإخراج سيطرة لاحظ هذه أسلاك هذه حزم الأسلاك اللي تروح إلى إشارات ومنظومات التحكم وهنانا لدينا بالأسفل الـ Contactors والـ Circuit Breakers حتى توصل الطاقة الكهربائية للإزاعة المختلفة أو تأخذ الطاقة الكهربائية وتوصلها إلى إزاعة المختلفة وهنانا إشارات التحكم اللي تجي للـ Contactors حتى تعمل الـ Switching أو الـ Operation المطلوب لاحظ هنا لدينا بالأعلى محولات كهربائية تحول الطاقة الكهربائية قد تكون الـ 380V AC أو الـ 220V AC إلى جهود AC مختلفة أو جهود DC مختلفة الغرض من عدد تغذيتها إلى PLC لإمدادها بالطاقة الكهربائية وكل قطعة بالجهد الكهربائي المناسب لها هذه نسميها محولات السيطرة يعني محولات الطاقة الكهربائية لمنظومة السيطرة عزيزي الطالب وصلنا إلى نقطة نبين بها بأنه مثل ما ذكرنا قبل قليل بأنه الذاكرة أنواع نوع من أنواع الذاكرة تخزم بمعطيات أو معلومات البرنامج أثناء عملية تشغيل أو تنفيذ البرنامج هذه المعلومات من تخزم بالذاكرة لازم الذاكرة تقسم إلى تيبلز أو جداول أو أنواع هذا الجدول أو هذا النوع من الذاكرة له رمز خاص يميزه وبإندكس نمبر يميز الموقع الأول عن الثاني عن الثالث عن الرابع إلى آخره لذلك الذاكرة داخل السي بيو تكون مجزئة إلى أقسام أما كل قسم يرمز إلى بحرف معين قد يكون X أو Y أو D أو M أو S أو T أو C إلى آخره رح نشوفها إن شاء الله بالمحاضرات القادمة أثناء عملية البرمجة أما فيما يخص الإدخالات والإخراجات فإلها رموز خاصة وهذه الرموز خاصة تكون أحيانا معتمدة من قبل شركة وغير معتمدة من قبل شركة أخرى لذلك الشركات المختلفة تنطي تسميات مختلفة لإشارات الإدخال وإشارات الإخراج إحنا عرفنا بأن كل PLC إلى مجموعة من إشارات الإدخال ومجموعة من إشارات الإخراج تكون موجودة على جسم الكونترولر مالتنا وتربط الأسلاك الخاصة بإشارات الإدخال والإخراج بالCPU مالتنا أو PLC عن طريق البراغي وتثبيتها بوحدة PLC هذه الإدخالات أو الإخراجات إلها رموز غالبا الإدخالات يرمز إلها بالرمز X وغالبا الإخراجات يرمز إلها بالرمز Y ولكن بعض المصانع تسمي الإدخالات مالتها بالحرف I من Onput والإخراجات مالتها تسميها بالحرف O دلالة على Output وأحيانا بعض الشركات ما تلتزم بهذا الترقيم أو هذا الترميز أو هذا الليبل اللي نذكرها قبل قليل الآن لو نشوف الشركات المختلفة أنه تستخدم تسميات مختلفة مثلا شركة متسوبيشي الشركة المصنعة لنوع من أنواع PLC ترمز للإدخال بالرمز X وترمز للإخراج بالرمز Y ومثال على هذا مثلا X400 معنات الإدخال رقم 400 نقصد هنا بالX400 يعني الإدخال الرقمي اللي قيمته 400 وهنا الإخراج الرقمي اللي قيمته مثلا رقم 430 إذن لاحظ كل إدخال وإخراج يرمز إلى بحرف مضاف إلى أرقام هنانا حاليا X400 أو X0 أو X1 أو X20 إلى آخره هنانا Y Y0 Y1 Y2 Y430 إلى آخره نوع ثاني أو شركة مصنعة ثانية توشيبة أيضا ترمز للإدخال بالرمز X والإخراج بالرمز Y وهذه أمثلة على تسمية الـ variables مالتها الداخلة والخارجة شركة سيمينس إنها خصوصية تسمي وحدات أو مداخل الإشارات بالحرف I ومخارج PLC تسميها بالرمز Q ترمزها بالرمز Q مثال فرضا عدي عن الـ input 0.1 أو الـ output 001 إذن هذا مثال لترميز للـ output وهذا مثال لترميز للـ input شركة ألينو برادلي الأمريكية ترمز للـ input بالحرف I وللـ output بالحرف O ومثال عليها مثلا I زين كولون 21 over 01 وهنا عدنا O كولون 22 over 01 لحظة التسميات خاصة بشركة ألينو برادلي يعتبرون الـ input يرمزوله بالرمز I والـ output يرمزوله بالرمز O شركة تليميكانيك الأوروبية الإدخال تسمي I والإخراج تسمي O ومثال على ترميز الإدخالات والإخراجات على شركة مولر أيضا ترمز للإدخال بالحرف I والإخراج بالرمز Q وهذه أمثلة على الإدخال I8 والإخراج Q3 شركة دلتا اللي إحنا رح نستخدم الـ PLC مالتها أثناء عملية البرمجة اللي تستخدم الرمز X للمدخلات وتستخدم الرمز Y للمخرجات ومثال عليها X001 والإخراج مثلا Y000 الآن نجي على شرح بسيط أو يعني نريد نستذكر المنظومات اللي كانت موجودة قبل الـ PLC قبل الـ PLC نوع السيطر اللي كان موجود يسموه بالـ Classic Control هل إحنا نحتاج أنه تكون عندنا معرفة ومعلومات عن المنظومة الكلاسيك حتى نقدر ندخل ونفهم من نوع المنظومة اللي إحنا نسميها بالـ PLC أو الـ Modern Control نريد نتناول هذا الموضوع الآن إحنا قلنا بأنه المنظومات القديمة نسميها بالـ Classic Control وتعتمد على الأجهزة وهي مثل ما موجود عندنا بالصورة مثلاً قد يكون عندنا الـ Switches موجودة سويتش مثلاً هذا Switch On هذا مثلاً Switch Off هذا إحنا نسميه الـ Switch Normally Close هذا نسميه الـ Switch Normally Open هذا عندنا الـ Emergency Switch هذا الـ Switch يغلق في حالة الطوارئ يعني يفصل المنظومة عن طاقة الكرباء في حالة الطوارئ إذا حدث خلل بالمنظومة فممكن الضغط عليه وعندنا أجزاء أخرى أيضاً من الـ PLC Control مثلاً عندنا هذا الجهاز اللي إحنا نسميه بالـ Overload هو جهاز Protection من مثلاً المنظومة مالتنا وهي حالياً مثلاً المحرك الكهربائي يسحب تيار أكثر من القيمة المقررة يعني أكو قطعة هنا تتحسس التيار يعني زيادة التيار على شكل زيادة في الحرارة فيفصل عندنا المحرك هذا إحنا نسميه الـ Overload نقصد بكلمة Load هي التيار الكهربائي يعني إحنا ما يصير نرمز للجهد الكهربائي بـ Load خطأ لأن الجهد موجود حتى لو كان الجهاز يعني مفصول عن العمل وما يمرر تيار إذن الجهد هو جهد ولكن التيار هو اللي نسميه بالحمل أو نسميه بالload فإذن إذا زاد اللود داخل المحرك لسبب ما قد يكون هنا المحرك يعني جيم أو المحرك هنا يعني الحركة مات أصبحت مقيدة بسبب أنه الماكينة صار بها خلال معين فالشفت هذا توقف عن الدوران فالتيار المسحوب رح يزيد والحرارة داخل هذا الـ Overload رح تزيد فلذلك يفصل المحرك حفاظا عليه وعلى أنه الأمان المصدح حتى ليصن حريق داخل المحرك وبالتالي ينتشر هذا الجهاز أيضا نسميه بالـ Contactor هذا الـ Contactor هو وسيلة سويتشينج هذا نلاحظ سويتشينج ولكن مسيطر عليها بوسط إشارة كهربائية هذه إشارة الكهربائية تيجي من دائرة السيطرة هذا نسميها دائرة السيطرة وأيضا قد يكون موجود عندنا ما يسمى بالـ Circuit Breakers أو قد يكون موجود عندنا الفيوزز هذه الفيوزز أو الـ Circuit Breakers هي أيضا خط يعني للحماية والـ Protection في حالة التيار اتجاوز القيمة المقننة لأسلاك التوصيل أو للمعدة الكهربائية المستخدمة في المنظومة إذا نلاحظ عايز طالب هذا الـ Circuit Breakers أو الفيوز هذا الـ Contactor هذا الـ Overload وهذه الـ Switches بمختلف أشكالها وألوانها هذه هي زيان كل هذه الأجزاء نسميها أجزاء الـ Classic Control يحتاج لنا معرفة بيها قبل ما ندخل الـ Modern Control باستخدام PLC نعم المنظومة الـ Classic Control نحن ما نستغني عنها ونجيب بالمنظومة جيدة الـ Modern Control لا وإنما الـ Classic Control System نضيف لقطعة PLC تنظم وتسرع وتحسن عمله ولكن لا تلغي عمل الأجزاء الـ Classic Control Components اللي موجودة سابقا إذا واجب علينا أنه نعرف ندرس هكذا أنواع من المنظومات وواجب علينا معرفة رموزها وواجب علينا أنه نعرف كيفية إضافة منظومة الـ PLC إلى المنظومة الـ Classic دون التخلص من المنظومة الـ Classic لأنه هاي المنظومة لا يمكن التخلص منها لأنه هي أجزاء مكملة لمنظومة الـ PLC الـ Modern Control تمام؟ راح أشرح هذا الـ Diagram اللي تقريبا هو يشمل أو يحتوي على الكثير من الأجزاء الكهربائية أو القطع الكهربائية الموجودة بالـ Classic Control Circuit لاحظ عزيزي الطالب هنا عندنا هنا جهد كهربائي 3-phase دون غذيه من خلال Circuit Breaker للتحكم بعملية التشغيل أو الأطفاء أو التحسس التيار العالي والفصل والحماية يمر هذا التيار الكهربائي عبر Contactor متى ما أجدته إشارة ON راح يوصل التيار الكهربائي للمحرك ومتى ما أجدته إشارة OFF راح يفصل التيار الكهربائي عن المحرك وعندنا هنا قطعة متحسسة لما يسمى بالـ Overcurrent أو Overload وممكن هذه تفصل المحرك الكهربائي إذا واجهته مشكلة في عملية الدوران وسحب تيار أكثر من قيمة المحسوبة أو المقننة إليه هذا الخط أو هذا الجزء هذا الرسم الواقعي إليه هذا الرسم المقابل إليه هي الدائرة الكهربائية المكافئة لهذه المنظومة لاحظ هنا هذا خط الطاقة الكهربائية زين هذا خط الطاقة الكهربائية نسميه 300 في 400 فولت يعني هنا نعدي ثري فيز وبين فيز وفيز الفولتية هي 400 فولت AC دخلت هذه الفولتية على إيش على قاطع دورة أو سيركيت بريكر أو فيوزات وبعد هذا اجدتي على الكونتاكتر هذا رمز الكونتاكتر يرمز الكونتاكتر غالبا بالحرف K وأحيانا يسمى KM وإذا كان عندنا أكثر من واحد بالمنظومة قد يسمى KM1, KM2, KM3 أو K1, K2, K3 إلى آخره تمام؟ وهذا الكونتاكتر يحتوي فيه داخله على مجموعة من الـ switches بعضها نسميها رئيسية Main Contacts والبعض الآخر يسمى بالثانوي أو يسموها المساعدة أو يسموها بالـ Axillary Contacts Main Contacts تتحمل تيار عالي وتتحمل فرق جهد عالي وتتحمل مرور باور عالية لكن الـ Axillary Contacts تسمى بالـ Axillary لأنه تمر فيها بها فقط إشارات السيطرة وهي ذات تيارات منخفض إذن هذه الـ Contacts هي Contacts Main Power أو نسميه بالـ Main Contacts لأنه تحمل Main Current للمنظومة واضح؟ إذا كان عندنا Contacts أخرى لنفس الـ Contactor تشوف تحمل نفس الرمز هذا شوف هناك KM1 شوف عندنا هناك الـ Contact مع السيطرة اسمها KM1 تمام؟ شوف هناك أنا عندي KM1 وهناك أيضاً عندي إشارة أو Contact اسمها KM1 يعني معلاتها هذا الـ Contact وهذه الـ Contact هي تشتغل وتفصل بناءً على الأمر اللي يجي لهذه الـ Contact لهذا الـ Contact أيضاً إذن في هذه الحالة هذه الـ Contact الثلاثة مع هذه الـ Contact الرابعة مع هذه الخامسة كلهم يشتغلون وينطفون بنفس الإشارة التحكم اللي تجي لـ Contact هذا واضح؟ وعدنا هذه منظومة الأوفرلود هذا الرمز مالتها عبارة عن إشارة مربعة وهذا الطاقة الكهربائية راح تمر عبر الأوفرلود توصل إلى المحرك وهذا رمز المحرك الكهربائي لـ 3 فيز الـ AC طبعاً هذه العلامة معنات المحرك هذا يشتغل على كهرباء AC وهذا الرقم 3 يدل على أنه 3 فيز وهذا M يدل على أنه محرك كهربائي طبعاً هذه الدائرة الكهربائية المكافئة لهذه دائرة الباور الخاصة بالمحرك نسمي هذا الجزء بدائرة القدرة تمييزاً عن دائرة ثانية نسميها دائرة السيطرة هذه الدائرة تسمى بدائرة السيطرة لاحظ ممكن إحنا جزء من دائرة القدرة ناخذ من عند الطاقة الكهربائية اللي نحتاجها ونحولها إلى جهد منخفض يساعد في تشغيل دائرة السيطرة إحنا قلنا دائرة السيطرة قد تكون تحتاج إلى جهد 24 فولت أو قد تكون تحتاج إلى 110 فولت DC أو قد تكون في بعض أحيان تحتاج إلى فولتية 220 AC نفس الفولتية اللي توصل إلى المحرك أو المنظومة اللي نحن دعنا نسيطر عليها حالياً بالمثال ماتنا هذه المنظومة الداخل إليها 400 فولت AC والخارج من عندها 24 فولت AC لاحظ هنا عزيز طالب الفولتية الداخلة 400 فولت AC الخارج من عندها 24 فولت AC لاحظ هنا الخط هذا نحن نسميه الخط الحار أو اللاين وهذا الخط نسميه اللي نحن نسميه البارد خط البارد يكون بالأسفن وخط الحار هذا عزيز طالب يكون بالأعلى لمنظومة السيطرة هذا نحن نسميه دائرة السيطرة دائماً الخط العلوي نسميه خط الحار أو خط الموجب إذا كانت الفولتية DC أو نسميه الخط العالي الخط اللي بالأسفل نسميه بالخط الواطئ أو نسميه لنيوترال أو نسميه الزيرو فولت إذا كانت الفولتية ما تتحكم هي DC voltage في هذه الحالة لاحظ عزيزي الطالب بالنسبة لمنظومة التحكم هذه الغرض من عدها هي أخذ إشارة البروتكشن الخاصة بالأورولود وأيضاً إعطاء إشارة التحكم بهذا الكونتكتر والقيام بأعمال الانديكيشن الأخرى شنو نقصده بعمليات الانديكيشن يعني قد يكون في منظومة السيطرة إشارات كهربائية زي أن نعرضها على شكل إشارة ضوئية يعني مثلاً إذا غذينا هذا البورد الكهربائي بالطاقة لاحظ رح تجي الكهرباء هنا توصل لهذا المصباح الأحمر هذا شنو معناته لاحظ الطرف السفلي موصول إلى النيوترال هذا مصباح يشتغل على 24 فولت AC والطرف الثاني عايز طالب لاحظه موصل مباشرة إلى خط الاشن لاين زي أن الـ 24 فولت إذن هذا المصباح الأحمر رح يضيء متى ما إجدت الطاقة الكهربائية إذن هاي أول وظيفة من وظائف منظومات السيطرة هي الانديكيشن أنه تطيني حالة البورد هذا لو دي انرجايز يعني هل هو مشغل أو مطفئ في هذه الحالة إذن هذا المصباح الكهربائي يبين الطاقة واصلة للبورد لو ما واصلة زي النقطة الثانية إنه هذا المحرك مالتنا أريد أشغله المفروض أجيب السويتش هذا السويتش اللي هو باللون الأخضر وعليه الزر وهذا الزر مكتوب عليه logic 1 يعني أنه 1 يعني logic 1 يعني true يعني أشغل أو أخضر يعني أشغل تمام إذن لاحظ عزيزي الطالب هنا هذا الزر موقع دائرة السيطرة هو هذا هذا هو في حالة دائرة السيطرة كذلك هذا السويتش هذا السويتش اسمه S2 هذا السويتش اسمه إيش اسمه S2 هذا السويتش عزيزي الطالب من النوع اللي نحن نسميه normally open يعني هذا في الحالة الاعتيادية بدون ما تيجي طاقة تشغل هذا الكونتكتر يكون هذا السويتش في الوضع الاعتيادي وأيضا بدون ما تضغطه لهذا البوش بوتوم يكون هذا في الحالة زيان يكون open إذن السويتش هذا السويتش تشغيل المحرك يكون من النوع normally open متى ما ضغطنا عليه رح يوصل فيوصل التيار الكهرباء يلاحظ الجهد اللي هنا 24 يوصل عبر هذه السويتش اللي كلها مغلقة وهذا رح يكون بعد ما ضغطنا على السويتش الأخضر يكون في حالة on توصل عندنا الإشارة الكربائية للكي ام وان وهو الملف الخاص بالكونتكتر اللي يجعل السويتش هذي في حالة on تمام إذن إذا ضغطنا على السويتش الأخضر اللي عليه الرقم واحد رح يغلق عندنا المفتاح SE2 تتوصل للطاقة الكهربائية 24 فولت الخاصة بهذا الكونتكتر فتشغل عندنا هذا الكونتكتر الثلاثة وتمر الطاقة الكهربائية الpower إلى المحرك الكهربائي ويبدأ بالدوران الآن عزي طالب أثناء ما ضغطنا على الزر الأخضر وتوصل التيار الكهربائي لملف الكونتكتر وربط هذه الأسلاك أوتوماتيكيا هذا الكونتكت اللي أيضا اسمه KM1 أيضا يغلق لاحظ السهنة هذا الكونتكتر تغلق الكي أموان هذا أيضا عايزي طالب شي صربي يغلق حتى هذا الكونتكتر أو الكونتكتر أيضا في هذا الحال الشرع يصر بيه تغلق إذن هذا الكونتكتر تصبح في حالة on وهذا الكونتكت تصبح في حالة on وهذه 3 كونتكت تصبح في حالة on متى متى ما أجدتي الطاقة الكهربائية إلى ملف KM1 اللي هو هذا إذن هذا الكونتكتر من يصير في حالة on إحنا حتى من نرفع إيدنا من هذا الزر ويصبح هذا الكونتكتر في حالة off يبقى هذا يكون متوصل لذلك الطاقة الكهربائية تستمر بالاستمرار بالمرور إلى الملف الخاص بالKM1 بالكونتكتر الأول وبالتالي يبقى المحرك في حالة دوران الآن إذا ردنا نطفي المحرك لاحظ عندنا هذا الـ switch نسميه normally close من نضغط عليه حتى نطفي المحرك لاحظ هذا الإشارة الحمراء يعني إطفال وهذا الرقم zero يعني معناته أنا أريد أطي low voltage أو أريد أطي logic zero من نضغط على هذا المفتاح اللي اسمه S1 لاحظ عزيز الطالب هذا هو S1 مالتنا من نضغط على المفتاح S1 ينقطع الدائرة الخاصة بالتيار اللي ديمر المن إلى الملف الخاص بالكونتكتر يعني أنا من نضغط على الـ switch 1 رح تنفتح الدائرة ينقطع مرور التيار فالجهد هذا الـ 24V بعد ما عاديو يوصل إلى وين إلى الملف الخاص بالكونتكتر KM1 لذلك هذه الكونتكت رح تنفصل هذه الكونتكت رح تنفصل وأيضا هذه الـ 3 كونتكت رح تنفصل ويطفل المحرك في هذه الحالة الآن لو نشوف بأنه بالحالة الأولى من سوين switch on للمحرك وينغلقت هذه الكونتكت الكي أموان وينغلقت هذه الكونتكت الـ 3 كي أموان وينغلقت هذه الكونتكت الكي أموان لاحظ رح يشغل هذا الكونتكت يشغل مصباح أخضر مع المحرك في حالة دوران يعني هذا مصباح إشارة يبين المحرك من يكون في حالة on تكون هذه 3 كونتكت شغالة وهذا يكون كونتكت شغال وهذا كونتكت شغال إذن رح تمر القيمة 24 إلى هذا مصباح الإشارة ويشغله ويبين أنه المحرك في حالة دوران أما من نضغط على switch S1 اللي هو هذا المصباح الـ switch الأحمر من يفصل إنا الدائرة فينقطع التيار عن KM1 ويفصل هذه الـ switch الثلاثة ويفصل هذا الـ switch ويفصل هذا الـ switch فيطفى عندنا الضوء الأخضر ولكن بالمقابل يشتغل عندنا زيان يبقى عندنا شغال الضوء الأحمر هذا اللي هو الـ board واصلت كهرباء ولكن المحرك في حالة اطفاء إذن هذا المصباح الأخضر من يطفى معناة المحرك في حالة stop لاحظ عايز الطالب هذا المصباح اللي باللون الأصفر ممكن نقول هذا مصباح أصفر يستخدم في حالات الفولت لاحظ مربوط بمن على التوالي مع الـ switch اللي اسمه F1 مربوط مع overload عندنا هذا المصباح الأصفر يكون مربوط على التوالي مع الـ switch F1 هذا الـ switch F1 هو إلى علاقة بالـ overload يعني متى ما مر عندنا تيار أكبر من القيمة اللي يعني يتحملها المحرك رح الـ F1 هذا الـ overload يتحسس ويطيئ إشارة لهذا الـ switch الـ F1 يفصل دائرة الـ contactor يعني هنا عندنا إذا تيار تجاوز القيمة المقننة للمحرك يفصل إن الـ F1 هذي يقطع التيار عن الـ contactor فيفصل المحرك الكهربائي وأيضا هذا الـ F1 رح يشغل الـ switch هذا زيان يوصل إشارة إلى المصبح الأصفر اللي تبين أنه أكو حالة عطل أو fault في المنظومة الخاصة بينا إذن هذا الـ indicator لم متى ما كان مضاء معناته أنه هذا الـ switch في حالة ON معناته أنه يطينا إشارة overload معناته المحرك بمشكلة متوقف بسبب نسميها نجيم أو أنه حشرف منتج معين داخل المحرك بحيث ما يقدر يخليه دور يعني هذا الشفت متوقف عن الدوران أو المنظومة المرتبة بي أو الـ conveying build الحزام الناقل قد يكون حاشر أو متوقف عن عمل يعني عطل معين فإذن يطي إشارة لهذا الـ switch أنه يشتغل ويبين بأنه عطل وبنفس الوقت يطي هنا إشارة يفصل هذا الـ switch ويفصل عن الطاقة الكهربائية وبالتالي يفصل المحرك عن الطاقة الكهربائية هذا كان شرح بسيط على منظومة classic وكيفية يعني معرفة رموزها وطريقة العمل بالنسبة لها وهذه المعلومات اللي أخذناها من هذه الدائرة المفروض نستخدمها مع منظومات الـ PLC اللي إن شاء الله رح ننشئها المحاضرات القادمة لاحظ هذه الرموز الكهربائية وطريقة العمل للإزاء المختلفة اللي شفناها في دائرة classic control اللي شفناها قبل قليل لاحظ عزيزي الطالب هنا عندنا هذا البوش بوتوم أو الـ switch اللي من النوع نحن نسميه momentary switch يعني أنت تضغط توصل تفصل إيدك يفصل الـ contact هنا هذا نسميه بالـ normally open يعني شوف بالوضع الاعتيادي قبل ما نكبس بإصبعنا على هذا الزر تشوف هو في حالة off لأنه هاي الـ contact الأولى ما متوصل بالـ contact الثاني تمام من نكبس كبسة الأصبع يصير في حالة contact في حالة on إذن بالوضع الاعتيادي بدون pressing يكون هو normally open هذا النوع الثاني نسميه بالـ normally close شوفوه موصل الـ contact الأولى بالثانية في الحالة الاعتيادي بدون press بدون ضغط الأصبع إذن هو normally close بس من نضغط عليه بالأصبع شي يصير يفصل الـ contact الأولى عن الثانية إذن هذا الـ push button نسميه بالـ normally close هذا الرمز مالته من نكبس عليه بالأصبع يسوي عندنا فصل للـ contacts ولكن هذا النوع الأول من نضغط ضغط الأصبع يسوي contact بين النقطة الأولى وثانية إذن كنت نسميه normally open عندنا أنواع أخرى من الـ switch هذه الـ switch هي تثبت من تطيها switch on تبقى حتى لو تشيل أصبعك عنها وهذا النوع بالعكس هو في حالة on بس من تطي switching يصبح في حالة off ويبقى ما دام أنت ما تنطي إشارة تحكم أخرى إضافية بين الإيد هنا لاحظ هذا النوع من الـ switch نسميه normally open switch هذا النوع الثاني نسميه normally closed switch لاحظ عزيز طالب هذا يسمى push button هذا أيضا يسمى push button يحتاج إلى ضغطة الأصبع لكن هذا نسمي switch هذا نسمي switch لذلك هذا من نخليه على حالة وترفع عيدك يبقى إلا أنه تجي وتغير موقع الـ switch في هذه الحالة هذا النوع الأول نسميه normally open وهذا النوع الثاني نسميه normally closed ومن تطي switch معين ممكن يصير on أو off حسب الإشارة الكهربائية التي تنضيه على اعتبار هذه الـ contacts لـ contactor معين الرمز الكهربائي للـ contacts الخاصة بالـ contactor هي بهذا الشكل هذا شكل الـ contacts من تكون في حالة normally open وهذا شكل الـ contacts من يكون في حالة normally close شوف الساب المستقبل رح نبدأ هذه الـ contacts نرمز لها بالرمز A وهذه الـ contacts اللي هي normally closed نرمز لها بالرمز B من الآن وصاعدا تمام هذه الـ contacts من النوع A اللي هي تكون في حالة normally open يعني من يكون ما كو energizing لهذا الـ contactor وهذه الـ contactor تكون في حالة اللي closed قبل ما تجي الإشارة الخاصة بالـ contactor هذا نسميه type A contactor هذا type B contact هاي رح نستخدم الرموز A وال B في ما يسمى بال ladder programming لل PLC عندنا هذه دائرة توضح عمل الـ switch وعمل الـ contacts في دائرة السيطرة اللي شفناها في قبل قليل في الإسلادات السابقة لاحظ إذا كان عندني مصدر للطاقة الكهربائية وهو حاليا AC وهنا مثلا إذا كان عندي ريلي ويشتغل على طاقة أيضا AC إذا وصلت للكهرباء لاحظ هنا هاي دائرة التحكم بالـ contactor لاحظ هنا عندي دائرة التحكم بالـ contactor يعني إذا غذيت طاقة الكهربائية إلى الـ contactor عبر هذا الـ switch نسميه single pole single tone switch يعني هذا one way switch يسموه يعني إذا اجدت الطاقة الكهربائية وهذا الـ switch كان مغلاق رح يصير زيان مرول للتيار في هذا الـ relay هذا الـ relay أو الـ contactor إذا صار بـ energizing هاي الـ contacts مالته رح يصير بيهن تغيير للحالة زيان هذا زيان الـ two contacts يصير بيهن تغيير للحالة مالته فمثلا إذا كان عندي مصباح إشارة أول ومصباح إشارة ثاني لاحظة مصباح إشارة أول وثاني يشتغلون على 24 volt مثلا DC فأني أوفر مصدر الطاقة الكهربائية 24 volt DC ولكن عن طريق contacts الأول حطيت contact normally closed والثاني حطيت contact normally open فمثلا إذا غلقت عني هذا circuit breaker أو switch سويته في حالة ON رح يصير هنا energizing رح تتغير مثلا هذه حالة normally closed contact من حالة ON إلى OFF فتشوف المصباح هذا يطفى بس إذا كان هذا switch في حالة OFF وهذا ال contact de-energized فهذا السويت يبقى في حالة الأصلية اللي هو closed وتشوف هذا المصباح إنه يكون شغال الآن نرجع مرة ثاني إذا شغلنا هذا switch فمر تيار كهربائي بالcontact يعني بالrelay contact مالتنا contact relay فرح شغل هذه الcontact اللي بالحال التي عدتها open إذا هذا switch كان في حالة OFF فما يوجد طاقة كهربائية بالcontact فهذا الـ switch يبقى في وضع الاعتيادي وهذا في وضع الاعتيادي ووضع الاعتيادي هذا شغال فإذا ديمر تيار الكهربائي وتشوف المصباح هذا الأحمر شغال دلال عن أن الcontact هذا غير شغال معناة هذا أحمر يعني OFF معناة هذا الcontact ما يتحول من NORMAL CLOSE إلى OPEN ويفصل المصبح هذا الآن عملية الثانية إذا هذا الـ switch كان في حالة OFF فهذا ما بي ENERGY فهذا الـ switch يكون في حالة الاعتيادي OPEN إذن التيار الكهربائي يلاحظ بين هذه الدائرة يكون مقطوع لذلك هذا المصبح الأخضر يكون مطفي لكن إذا سوين هنا switch ON فهذا الـ RELAY رح يكون في حالة ON هذا الـ CONTACT تكون في حالة الآن تتحول من NORMAL إلى حالة CLOSE وتوصل التيار الكهربائي ويشتغل عندنا المصباح الأخضر في هذه الحالة إذن هذه الدائرة اللي بالأسفل نسميها دائرة السيطرة لاحظ الجهد ما دائرة السيطرة في هذه الحالة هو DC وVOLTITA غالبا تكون قليلة لتشغيل مصابح إشارة بسيطة وهذه الدائرة اللي بالأعلى هي دائرة القدرة اللي من الخلال هل نقدر نشغل أو نطفي زيان المنظومة اللي بالأسفل لاحظ هذه الرسمتين توضح الـ CONTACT من يكون في حالة NORMAL OPEN أو حالة NORMAL CLOSE لاحظ عزي طالب هذا الخط الأول الأزرق هذا السلك الأول وهذا السلك الثاني نريد نشوف قبل ما ننطي إشارة التحكم هل هذي الـ الـ يعني connected together لو unconnected لاحظ لو أمر من السلك الأزرق الأول اجيت للـ CONTACT الأولى مريت على هذا الـ PALL هذا الموصل بعدين طلعت وين للسلك الثاني إذن لاحظ السلك الأول إلى طريق للسلك الثاني بدون ما نطي الإشارة إذن هذا يسمى في حالة normal close شو عرفت في حالة normal close أنا إشارة تحكم ممنطي خلي أتبع السلك أشوف موصل نعم حاليا موصل إذن نسميه normal close close يعني مغلق يعني موصل لاحظ هذا السلك الأزرق الأول وسلك هذا الأزرق الثاني بالأسفل خلي نتبعهم ونشوف متوصلين هاي هنا قبل من انططاق الكهربائية خلي نشوف هنا السلك هذا السلك إجا منا وصل للكونتاكت الأولى هل أكو طريق يمر عبر البول هذا للسلك الثاني لا ما أكو طريق إذن هذا في حالة open هذا في حالة open الآن هاي الرسمة اتوضح أنه كيف ممكن نعمل ما يسمى باللاتش لإشارة معينة لاحظ عزيزي الطالب هنا عندي هذا خط الطاقة الكهربائية العالي وهذا خلي نقول خط الطاقة الكهربائية الواطن لاحظ عندي two switches الأول هذا normally close غالبا يخلو لي استخدامات stop operation وهنا عندي زر normally open يستخدم لزر start في هذا الحالة وعندي contacts منين جايتني من هذا contactor هذا نعتبر contactor هذا coil ما contactor وهذا contact اللي مرتبطة بهذا ال contactor رح يشتغل يضط إشارة علما لأن هذا يغلق هذا relay هذا contactor إذا هذا contactor منين غلقات حتى منين تسوي release للأصبع يعني ترفع أصبعك من هذا البوش بوش بوتوم يبقى هذا ال switch في حالة ON لأنه الملف ممغنط فموصل النقطة الأولى بالثانية وهنا أيضا هذا ال بوش بوتوم أصلا موصل في الحالة الاعتيادية فالتيار يتوصل من هذه النقطة عبر هذه ال contacts إلى الملف ويبقى ال switch في حالة هذا ال switch في حالة ON أو ال contact في حالة ON وممكن هذا ال relay يتحكم في منظومة ويشغلها الآن لو أضغط على ال switch هذا switch OFF لو أضغط عليه ال switch هذا أضغط على ال switch زيان ال stop حتى أسوي OFF يقطع الاتصال بين هذه النقطة والنقطة الخاصة بملفة المغنطة بالنسبة لل contact ويفصل عندنا الدائرة الكهربائية الآن وصلنا إلى جهاز PLC اللي رح نستخدمه إن شاء الله في الدورة ولكن لحد هنا نتوقف وننتقل للجزء العملي لمحاضرة هذا اليوم إن شاء الله